بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي ما زلنا في الوحدة القرائية وحديثنا عن القراءة السريعة ومنظم القراءة وستراتيجية القراءة مشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة من أستاذ محمد الأكلبي نحن في الوحدة التدريبية الثالثة بعنوان كفاية القرائية القراءة السريعة القراءة السريعة الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتصفح الكتب والمقالات والإنترنت بكفاءة عالية كذلك أن تقرأ بسرعات مختلفة متأنية بطيئة سريعة فائقة السرعة بحسب الهدف من القراءة ونوع المقروء أيضا أن تتخلص من المشكلات الستة التي تحد من سرعة القراءة كذلك تستخدم استراتيجية القراءة الذكية يساوي تركيز زائد القفز بنجاح وأيضا تستخدم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة وكذلك تقرأ بسرعة تفوق 350 كلمة في الدقيقة مع فهم تفصيلات الموضوع وأيضا تستفيد من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القرائية وأخيرا تستخدم التعليقات والتلخيصات ورسوم التذكر لزيادة الفهم والاستيعاب هذه هي أهم الأهداف التدريبية التي تتوقع منك بإذن الله تعالى في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد أتقنتها وصلنا إلى تدريب الحادي عشر علق على النص الآتي بحيث توجه دلالته إلى تعلم السرعة القرائية إلى تعلم السرعة القرائية لاحظ هنا النص برمجة العقل المؤلف بدر الحسين كان نواف سعود يلعباني المصارعة بالأيدي فصرع نواف شقيقه سعود انتفض سعود وقال لن أدعك تغلبني بعد اليوم سأشتري فيتامينات مغذية وأدوية مقوية اتسم نواف وقال سأهتم بتناول الغذاء النافع وتنفيذ التمارين الرياضية وسأكثر من الخضر والفواكه ولحم السمك قال سعود الدواء أفضل من الغذاء نواف الغذاء أكثر نفعا للجسم لأن الدواء له آثار جانبية عن الجسم سعود إن حبة الفيتامين الواحدة فيها فائدة سريعة لأن الجسم يمتصها بسرعة نواف الغذاء متوافر أكثر من الدواء وثمنه أرخص وطعمه ألذ أما الدواء فثمنه مرتفع وطعمه ليس محببا سعود فوائد الدواء مؤكدة وسريعة لأن الذين أنتجوه هناس مبدعون نواف ما رأيك أن أهتم بغذائي وأنت تتناول أدويتك المقوية مدة شهر كامل ثم نتصارع ونرى من منا أقوى بدأ نواف بتناول الغذاء النافع والإكثار من التمرينات الرياضية بينما راح سعود يتناول الفيتامينات والمقويات وبعد مرور شهر كامل ازداد وزن سعود وظن أنه سيسرع شقيقه لا محالة وعندما تصارع الشقيقان صارع نواف شقيقه سعود ولم ينفعه وزنه الزائد أو دواءه المقوي على حسب ظنه أقرى سعود الهزيمة وقرر في نفسه أن يكف عن تناول الفيتامينات وأن يهتم بالغذاء والرياضة الكتاب والحوار مع الطفل نلاحظ هنا برمجة العقل ما التعليق؟ علق على النص بحسب فهمك ما الألفاظ مؤثرة؟ ما الذي دار في النص؟ إلى آخره ثم يقول بحيث توجه دلالته إلى تعلم السرعة القرائية وجه ذلك إلى تعلم السرعة القرائية بحسب النص جميل هنا نقول مثلاً هذا الحوار بإمكان أن يجري بطريقة مختلفة أخ يتدرب على القراءة أخ يتدرب على القراءة وآخر معتمد على قدراته السابقة والشروحات كما هو نواف سعود إذن هذا الحوار بإمكان أن يجري بطريقة مختلفة أخ يتدرب على القراءة وآخر معتمد على قدراته السابقة والشروحات هنا حدد موقفك الشخصي من أفكار القرائية الآتية بكتابة تعليقاتك عليها طبعاً وهذا نشاط ذاتي وسنجيب نحن عليه ما الفكرة؟ إنك تقرأ بشكل مختلف وفقاً لغرضك وإذا ما كانت هناك تعليمات لك بالقراءة ببطء وعناية من أجل الإجابة على أنواع معينة من الأسئلة فإنك سوف تفعل ذلك كما أنه إذا طلب منك أن تقرأ بسرعة فائقة فإنك تفعل ذلك دون الاهتمام كثيراً بالمحتوى ونعلق على ذلك وسنذكر الفكرة والتعليق كذلك الفكرة الأخرى نيست القراءة وظيفة العين ولا حركة اليد القراءة عمل العقل لقد التقيت بمئات الناس الذين تلقوا دورات في القراءة السريعة ولم أجد أحداً يستخدموا هذا المنهج حتى الآن والسبب في ذلك بسيط فالقراءة السريعة تفيد من أجل السرعة فقط ليس الفهم وليس التفكير وليس التذكر وهي لا تساعدك على أن تدرس بعناية المعلومات التي حصلت عليها وأن تنظر كيف تستخدمها في العمل هنا أيضاً فكرة ثم ستأتي بتعليق كذلك فكرة أخرى من لا يضيف لقراءته المزيد من عمليات التخطي وتصفح فإنه لن يكون قد تعلم فن القراءة أيضاً من الأفكار ليست القراءة السريعة الفعالة هي القراءة بشكل أسرع فقط بل هي القراءة بشكل أذكى فهي تمزج بين كل من المهارات المتبادلة للتركيز والفهم والاسترجاع والسرعة لاحظ هذه الأفكار ونقول حدد موقفك الشخصي من الأفكار القرائية بكتابة التعليقات ما رأيك؟ وهنا الفكرة الأولى أنك تقرأ بشكل مختلف ويفقاً لغرضك وإذا ما كانت هناك تعليمات لك بالقراءة بطوء وعنايه معجل إجابة عنوان معينة من الأسئلة فإنك سوف تفعل كما أنه إذا طلب منك أن تقرأ بسرعة فائقة فإنك تفعل دون الاهتمام كثيراً بالمحتوى ما رأيك؟ جميل هنا التعليق يقول الدافع من قراءة هو الذي يحدد طريقة القراءة والدافع من قراءة هو الذي يحدد طريقة القراءة أن تقرأ بسرعة أو أن تقرأ ببطء كذلك هنا ليست قراءة وظيفة العين ولا حركة اليد القراءة عمل العقل وهنا يقول لقد انتقيت بأناس كثير الذين تلقوا دورات في القراءة ولا أجد أحداً أن يستخدم هذا المنهج والسبب بسيط فالقراءة تفيد من أجل السرعة فقط ليس الفهم وليس التفكير وليس التذكر وهي لا تساعدك على أن تدرس بعناية المعلومات التي حصلت عليها وأن تنظر كيف تستخدمها في العمل ما رأيك؟ طع تعليقاً بمكانك أن تذكر تعليقاً وأنا سأذكر تعليقاً وزن يمكنك أن تذكر تعليق وهكذا هنا بخلال الأفكار القرائية ما موقف الشخصي خلال ذلك أقول مثلاً أحسنتم هنا القراءة السريعة لا تغني شيئاً ولكن لها فوائد محددة بمعنى ليس في كل وقت أن تكون القراءة السريعة وإنما لها فوائد محددة وأن تتعلم أيضاً طريقة القراءة السريعة مع تطور التموجة ويضاً هذا الزمن من لا يضيف لقراءته المزيد من عمليات التخطي والتصفح فإنه لن يكون قد تعلم فن القراءة ما رأيك؟ جميل هنا أيضاً ستقول الهدف من القراءة السريعة تكوين رؤية شاملة هذا الهدف من القراءة السريعة تكوين رؤية شاملة سريعة عن الموضوع أيضاً من الأفكار ليست القراءة السريعة الفعالة هي القراءة بشكل أسرع فقط بل هي القراءة بشكل أذكاء فيتمزل بين كل من المهارات المتبادلة للتركيز والفهم والاسترجاع والسرعة ما رأيك هي صحيح يتم تفعيل أكثر من حاسة يتم تفعيل أكثر من حاسة وهنا أوافق طبعا توافق ذلك وهذه صحيح أنها ليست فقط القراءة بشكل أسرع فقط وإنما هي القراءة بشكل أذكى قراءة بشكل أذكى أحسنت هنا الثالث عشر هل يمكنك قراءة جميع النصوص ولاحظ هنا هذا نص يختلف عن بقية النصوص وهنا أيضا بإمكانك أن تأتي بي المؤقت وأن تحسب أيضا القراءة هل يمكنك قراءة جميع النصوص بمستوى عالي من السرعة؟ ما الأسباب التي تجعل بعض النصوص غير قابلة للقراءة السريعة؟ بعض النصوص لا تستطيع أن تقراها قراءة سريعة ما صفات النص الذي يمكن أن تقرأه بسرعة فائقة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة قدر سرعتك في قراءة كل من النصين اللاحقين ثم أكتب التعليق طبعا سنبدأ بالنص الأول ثم بعد ذلك النص الثاني وسنحسب الفرق بين السرعتين نحسب ضع مؤقتا وحسب أيضا سرعتك القراءة باب في العي طبعا هذا من البيان والتبين للجاح قال أبو عبد الملك وهو الذي كان يقال له عنق كان عياش وثمامة حي يعظمني تعظيما ليس في الدنيا مثله فلما مات ثمامة صار ليس يعظمني تعظيما ليس في الدنيا مثله وقال له عياش من القاسم بأي شيء تزعمون أن أبا علي الإسواري أفضل من سلام أبي المنذر قال لأنه لما مات سلام أبي المنذر ذهب أبو علي في جنازته فلما مات أبو علي لم يذهب سلام في جنازته وكان يقول فيك عشر خصال من الشر أما الثانية والرابعة كذا وأما السابعة كذا وأما العاشرة كذا قال قلنا للفقعسي كيف ثناؤك على حمدان بن حبيب قال هو والله عندي الكذا الكذا وقال الخرداذي أجرك الله وعظم أجركم وآجركم فقيل له فيما ذلك فقال هذا كما قال عثمان بن الحكم بارك الله لكم وبارك الله عليكم وبارك الله فيكم قال له ويلك إن هذا لا يشبه ذاك وكتب إلى بعض الأمراء أبقاك الله وأطال بقاءك ومد في عمرك وكان أبو إدريس السمان يقول وأنت فلا صبحك الله إلا بالخير ويقول وأنت فلا حي الله وجهك إلا بالسلام وأنتم فلا بيتكم الله إلا بالخير ومرة ابن أبي علقمة فصاحبه الصبيان فهرب منهم وتلقاه شيخ وعليه ضفيرتان فقال له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وضربت بن مازن الحتات بن يزيد المجاشعي فجاءت جماعة منهم فيهم غالب أبن فرزدق فقال يا قوم كونوا كما قال الله لا يعجز القوم إذا تعاونوا وتزعم بن تميم أن صبرة بن شيمان قال في حرب مسعود والأحنف إن جاء حتات جئت وإن جاء الأحنف جئت وإن جاء حارثة جئت وإن جاءوا جئنا وإن لم يجيئوا لم نجي وهذا باطل وقد سمعنا لصبرة كلاما لا ينبغي أن يكون صاحب ذلك الكلام يقول هذا الكلام قال أبو كعب كنا عند عياش بن القاسم ومعنا سيفويه القاس فأتينا بفالوذجة حارة فابتلع سيفويه منها لقمة فغشي عليه من شدة حرها فلما أفاق قال مات لي ثلاثة بنين ما دخل جوفي عليهم من الحرقة ما دخل جوفي من حرقة هذه اللقمة وقال أعرابي خلق السماء وأهلها في جمعة وأبوك يمدر حوضه في عام ما التعليق هنا أغلق المؤقت وعلق على السرعة القرائية لهذا النص باب في العي وهو للجاحض في البيان والتبيين للبيان والتبيين هنا السرعة القرائية كيف كانت سرعتك القرائية مقارنة من نصوص الأخرى أحسنتم هنا ثلاثين كلمة تقريبا في الدقيقة لو قلت أنا بإمكانك أن تقيس السرعة طيب ما الأسباب ما الأسباب طيب هنا صعوبة الكلمات وغرابة الألفاظ لذلك النص فيه كلمات صعبة وغريبة أيضا نغموض المعنى سماء غاربة في النص السابق لو أجد معه القراءة السريعة إذن ليس كل النصوص تستطيع أن تقراها قراءة سريعة وهذا هو العدد ليس كل النصوص سنقارن نصا آخر ثم بعد ذلك سنبذكر التعليق الكوب المملوء هذا النص لإبراهيم فقي أيضا ضع مؤقتا وحسب أيضا سرعة القراءة لك كان أحد الشبان شغوفا بمعرفته سر السعادة فسأل عنها كثيرا من الناس إلى أن نصحوا أحدهم بزيارة قرية معينة في الصين بها رجل حكيم طاعن في السن سيدله على سر السعادة وبدون أي تردد استقل أول طائرة إلى الصين وتوجه فورا إلى قرية الحكيم فدلوه على بيت الحكيم وطرق بابه ففتحت له سيدة كبيرة في السن ورحبت به وأخذته إلى الصالون وطلبت منه الانتظار وطال انتظاره لأكثر من ثلاث ساعات أحس فيها بالغضب الشديد من إهمال صاحب البيت له وأخيرا ظهر الرجل الحكيم بمظهره البسيط ومنابسه المتواضعة جدا وجلس بوقار إلى جانب الشاب وسأله وعلى وجهه ابتسامه عما إذا كان يرغب في تناول قليل من الشاي كان الشاب في تلك اللحظة على وشك الانفجار قائلا في نفسه لقد تركني هذا العجوز لأكثر من ثلاث ساعات من مفردي وعندما ظهر لم يعطيني أي مبرر لتأخره ولم يعتذر عن ذلك والآن يسألني بكل بساطة عما إذا كنت أرغب في تناول الشاي وبينما كان الشاب منهمكا في تفكيره كان غضبه يزداد حتى سأله الرجل مرة أخرى بهدوء عما إذا كان يريد أن يتناول قليلا من الشاي فرد عليه الشاب بغضب قائلا نعم أريد أن أتناول الشاي فطلب له كوبا من الشاي وجلس بهدوء إلى جانبه ولما حضر الشاي أخذ الحكيم يصب الشاي في الكوب إلى أن امتلأ وأخذ يسيل خارج الكوب وهو ما زال مستمرا في صب الشاي فنهض الشاب وانفجر في الرجل الحكيم قائلا ألا ترى أن الكوبا قد امتلأ وأن الشاي قد سال خارجه وملأ المكان فرد الحكيم وقال بابتسامة هادئة أنا مسرور لأنك استطعت أن تقوم بالملاحظة أخيرا ثم أردف قائلا وقد نهض من مكانه لقد انتهت المقابلة فصرخ الشاب في وجهه قائلا ماذا تقول لقد سافرت كل هذه المسافة وتركتني في انتظارك أكثر من ثلاث ساعات وملأت كل المكان بالشاي والآن تقول إن المقابلة قد انتهت هل أنت تمزح معي؟ فقال الحكيم اسمع يا بني عليك أن تحضر إلي مرة أخرى عندما يكون كوبك خاليا فسأله الشاب عما يقصده بذلك فرد الحكيم عندما يكون الكوب مملوءا بالشاي لا يمكن أن يستوعب أكثر من ذلك وبناء عليه إذا مكذت تصب فيه أكثر مما يمكنه أن يستوعب فإنك ستتلف الكثير من الأشياء حولك وبعد أن أوصله إلى الباب قال له إذا أردت أن تكون سعيدا يا بني فتعلم كيف تتحكم في شعورك وتأكد دائما أن يكون كوبك خاليا فهذا هو مفتاح السعادة الكتاب هو استحكم في الذات لاحظ النص ما تعليقك على النص هنا بإمكانك أن توقف المؤقت الذي وضعته ثم ما تعليقك على النص ما الفرق بينه وبين النص السابق أيضا ولاحظ هنا ما التعليق على النص الكوب المملوء الكوب المملوء ما رأيك؟ السرعة القرائية كيف كانت؟ جميل نقول مثلا ثمانين كلمة في الدقيقة ثمانين كلمة في الدقيقة هنا في السرعة القرائية ما الأسباب؟ طبعا أن تتحسب الزمن تزايد هذه الكلمات النص طبعا تقسيم أن تقسم هذه الكلمات النص تقسيم الزمن ثم تظهر فيه السرعة ما الأسباب هنا؟ مقارنة بالنص الأول نص العي والنص الكوب المملوء أحسن هنا وضوح الهدف سهولة الألفاظ إذن النص يعني السرعة القرائية أيضا يحكمها النص فإذا كان النص سهل واضح الهدف ليس فيه غموظ والألفاظه سهلة يمكنك أن تقرأ بسرعة بعكس النص الذي يكون فيه شيء من غموظ والألفاظ أيضا فيها شيء من الصعوبة والغرابة هذا الذي يختلف في السرعة القرائية أحسنتم جميل هنا إن من أهداف تدريبك على تسريع القراءة إن من أهداف تدريبك على تسريع القراءة زيادة كفاءتك في قراءة مقرراتك الدراسية والآن عليك أن تتصفح أربعة مقررات على الأقل في حدود عشر دقائق لكل مقرر عندك مقررات تصفح في حدود عشر دقائق لكل مقرر وأن ترسم شجرة ذاكرة لكل مقرر منها اعرض رسومك على المعلم المختص واطلب منه تنقيحها ثم قدمها للمعلم القراءة بعد ذلك وهذا أيضا نشاط منزلي بإمكانك أن تتصفح أيضا مقررات ثم تضع أيضا رسم لهذا المقرر ذاكرة لكل مقرر في حدود عشر دقائق أيضا أعطي أوصافا وتشبيهات مقارنة لكل من أنواع القرائية الآتية القراءة التمهيدية وقراءة الصفح وكذلك القراءة التحليلية الناقدة وكذلك القراءة السريعة هنا يقول أعطي أوصافا وتشبيهات مقارنة لكل نوع من أنواع القراءة القراءة التمهيدية أو قراءة التصفح اكتب ما تريد جميل وأن الكاتب المحترف أو السريع يكتب على لوحة المفاتيح تون التفكيرين في أماكن أزرار ونفس الشيء بالنسبة للقراءة فإذا تعودت واشدرت على المهارات الأساسية لها تكون مثل ذلك أيضا القراءة التحليلية الناقدة طبعا هي قراءة أكثر بطءا من القراءة السريعة التي هي التمهيدية تقول مثلا هي قراءة فاعلة يمر القارئ خلال فوق صفحات المادة القرائية وبين سطورها كما يمر مثلا متسوق في الأسواق التجارية وهنا يقول أعطي مثالا مشابه واستكتب ما تريد أنت القراءة السريعة جميل هي قراءة فاعلة أيضا يمر القارئ فوق صفحات المادة القرائية وبين سطورها كما يمر المتزلج مثلا بين الحواجز كما يمر المتزلج بين الحواجز وهذا أيضا في قراءة السريعة ممتاز هنا يصفك زملائك وأصدقائك بأنك قارئ ماهر ذكي ما القدرات القرائية التي تمتع بها والاستراتيجيات القرائية التي تتبعها والمهارات القرائية التي تتقنها ومستويات الفهم التي تصل إليها جميل بإمكانك أن تجيب وسنجيب بدورنا مثلا أن تكون مطلعة على أنواع القراءة السريعة وأهدافها فالهدف هو الذي يحدد السرعة من القراءة أيضا السرعة من القراءة يحدده الهدف وكذلك توظف استراتيجيتي القراءة السريعة وتجيد التعامل مع المراحل الأربع للقراءة وأدوات القارئ ولا تغفل عناصر الفعل القرائي وتجيد الوصول إلى مستوى الفهم يعني أنك تجمع كل أطراف القراءة سواء في استراتيجي قراءة أو في عناصر الفعل القراءة أو طريقة القراءة المتعمقة أو طريقة منظم القراءة وكذلك في القفز أو القراءة الذكية جميل هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين